اشتركوا في القناة ولا شريكة ولا ضد ولا مدة ولا زوجة ولا ورد ولا شبيه ولا مثيلة ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جسة ولا صوت ولا أعبار ولا كيفية ولا كيفية ولا كمية له ولا قين ولا جنة ولا حيث ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تخرجوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزم ربي عن الجروس والقرعود وعن الهواتف والسقون وعن الاتصال والاتصال لا يقول فيه شيء ولا ينهل منه شيء ولا يقول فيه شيء لأنه ليس جمس به شيء مهما تصورت بذلك فالله لا يشرب ذلك ومن وصل الله بمعه من معاني البشر فقد كفر وأشفرن حبيبنا وعظيمنا وقائبنا وقرة أعلمنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصحيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول الأوصلة أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في مضور نجلس العلم وبنية الاعتكام في المسجد قال المؤلف رحمه الله ما يجب على المصدر عادلا في رمضان الإخطار عنا في رمضان منه ما يجب الغضاء فقط وهو الذي أخطر بسبب المرض ومن كان في سفر طويل مباعي أخطر فيه والحائد والمفساد والذي دعب الصيام في الرغان بدون عزر أو كان صالما فأخطر بمفطر غير الجماع وَالْحَامِلُوا وَالْمُرْضِعُوا إِنْ خَافَتَا عَلَى نَجْسَيْهِمَا فَهَاكُلَاكِ جَمِيعًا عَلَيْهِمْ قَوَارُوا كُلَّ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَقَرْ الآن نتكلم عن من أخطر في الرغان وينزمه القوار فقط يعني من غير خبية يعني فقط يقضي ولا يدفع شيئاً نغار له خبية إنما يقضي هذه الأيام التي أخطر فيها في الرغان من هؤلاء الذين يجب عليهم القضاء من غير دفع فدية من أخطر بسبب الله وكان يرجى شفاؤه فهذا بعد رمضان يقضي ولا يدفع الفدية لماذا؟ لأن هذا الإنسان سيقضي هذا اليوم وكان مريضاً بمرض يرجى شفاؤه يرجى شفاؤه فهذا يقضي بعد رمضان عندما يشفى ولا يدفع الفدية بعض الناس ما سيفعل؟ يقول أنا أريد أن أبضي ولا أدفع الفدية ما سيقال له؟ أنت عليك أن تطبق الشرع الشرع أوجب عليك النغار من تكون الفدية فما سيفعل؟ يبضي وهذا المال هذه الأموال يدفعها تبرع منه تبرع منه لله تعالى يُعطيها للقضاء يُعطيها للقضاء يُعطيها للقسين لفقير ليديم لأرملا له سواب وله خير وله أجر لكنه ليس واجبا مع القضاء واضح لكنه ليس واجبا مع القضاء الواجب شوه بالقضاء بس؟ لأنه يُعطيهم واضح واضح فهذا الذي كان مريضا مرضا يُرجع شفاءه يُفطط إن كان يُضر من الصيام إن كان يؤخر شفاء الصيام ويضي بعد ربضان عندما يُشفى وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ طويلٍ مباركٍ أخفى فيه هذا أيضا ليس عليه الفدية يعني لا يشف عليه أن يُخرج قدر من المال إن كان الحضة بقدر كفين معتدلين يُقال له الود يُقال له الود قريب المصف كيلو قريب المصف كيلو أو إذا أراد أن يدفع بالطعام المطبور أو العملة مقدار أن يُغذي ويُرشي هذا ليس واجب عليه إنما إن قال له سأدفع يُقال له ادفع ذلك قطر عنه يُقال له ادفع ذلك قطر عنه فيكون له فيه أجر لكن ليس بنية الفدية وليس بنية المشور فهذا المسافر سفرا طويلا أفضر يجوز له أن يُفضر بالشروب وقد ذكرناه إن أفضر في سفره الطويل المباح بعد قطار يُضر معه فيه وليس عنه فيه من يشعر الذي لابدنا منها من أراضي المرخص بالإفضار في السفر بده يكون سفره في غير معصية لماذا قال في السفر المباح؟ يعني ليس رايح يظلم الناس ليس رايح يسرق ليس رايح يشرب الخمر سفره في غير معصية سفر مباح ليس محرما هذا شرط الشرط الثاني يشربه كمان أن يكون سفرا طويلا أن يكون سفرا طويلا أن يكون سفرا طويلا هذا بالنسبة للشفر أن يخرج من البلد قبل الفجر أن يخرج من البلد قبل الفجر وإن إدامة لفهم الشرط انتبه معه وهو قادر على الصيام مع ذلك يجوز له الإشفار لبن قادر لأن الله أعطاهه مبصر في السفر إن كان قادرا على الصيام يجوز له أن يفر استدعه في السفر الطريق ويضطي هذه الأيام أما إن كان يضره الصيام فلا يجوز له أن يصر واضح؟ إن كان يضره الصيام الرسول ماذا قال؟ لا ضرر ولا ضرر الإسلام ينهان الإسلام يمنعنا عن أن نرهك ضاررا بأنفسنا أو بلينا لن تضر نفسك ولا ضر ميرك لا ضرر ولا إضرار فإن كان في هذا السفر ينضر إن صار حرام علينا أن يصروا حرام لأنه يدا أزل ينضر ضرر حقيقي ينتبه ويقول لا لا نتكلم عن مجرد التعب لا لأ مجرد التعب هذا من ضرر بعض الناس من شوفه حيوم عليه لكن بعد الإطلاق من شوفه من شوفه ما شاء الله نشى وقعه وقعه وصارع بيضلع وبيمزح بروح بيعمل أرياضة إذا من هذا التعب مجرد التعب هذا من ضرر مجرد التعب ليس عزمًا لك للإخطار ومجرد الصلاع الخفيف أو المهمول الصلاع إلى البداية بدي إلى الله الحقيقي عرفته كم من هذا منه عذر في الإخطار ليس عذر ليس عذر ليس عذر لك لتصف إنما تتكلم عن من ينضر حقيقة بذلك فكرت الحديث لا ضرر ولا ضرر إذا خلينا نرخص المسألة المسافر سفر طويلاً وكان السفر مباعاً بالشروض التي ذكرناها يجوز له أن يفقر وإن كان طابراً على الصوم وإن كان ما يضره الصيام الله أعطاه وقصة كان في الآية من سورة الغضاء أعطاه ثم إن كان غريباً وكان مسافراً أو كان مسافراً غير غريب لكن ينضر حقيقةً من الصيام هنا لا يزر هنا لا يزر طيب إذا كان ما ينضر الصيام وصامح السفر كمان يجوز يعني مش فرض على المسافر أن يخطر لا هكذا قلنا أن يخطر من الصوم إذا كان ينضر طيب إذا كان المسافر ومن ينضر الصيام انصر لا بس بل أن تصله خير هذا الذي في القرآن إذا كان ما بينضر بالسفر فمن الصيام بالسفر صيامه أفضل لا ينضر من الصيام بالسفر صيامه أفضل المنصوم أفضل لماذا؟ لأنه يواجه عاماً للمسلمين في الصيام وإن أفضل فيجزد هذا المين مروصاً ويقضي وليس عليه فده كما شرحنا وبينا والحاضر المفساد كذلك الواحد الذي أفضل بسبب الخير أو أفضل بسبب الدفاس هذه أيضاً ليس عليها فبية لا ضد في القمح ولا يبدأ يؤهد ويعشي وأقول ليه؟ إذن تقضيهم بدل تنجع فضي فهذه الشرح ما ألزمها بالفبية إنها تقضي الأيام التي أفضل فيها والذي ترى الصيام في رمضان بدون عذور يعني هو مكلب الصيام واجب عليه أن يصم لكنه تركه بلا عذور كسل هذا ما هو حهمه في أول إدرس من رمضان ديام كلنا إن أفضل كسلاً ليس شهوداً بفضية الصيام وليس استخلافاً من رمضان لا يكفر لكن ما تقلين عليه معصية من الكباب شعل ذم من الكباب لأنه ضفر بليل عذور لأنه ضفر بليل عذور فهذا وقع في معصية من الكباب لكن في الشرح يلزمه الله ولا تلزمه الفبية في الشرح من كبير متلوك من كان صالماً في نهار رمضان وأفضل صومه بغير الجماع لأنه بالجماع رابط دعيه سيئة الكبيرة حاثور رحمان العشرين أما هذا الآن الذي نتكلم عنه أفضل صومه بغير جماع يعني شرقين مثلاً كذلك أكبر شيئاً في الصيام بغير جماع بغير جماع بغير جماع من الكباب وعليه الإنسان بقية النهار وعليه القضاء الفوري تكريم القضاء الفوري لأنه أفضل تعدياً شيراً تعدياً قلنا بدون عثور أفضل تعدياً يعني بدون عثور وماذا؟ قلنا عليه التوبة لأنه وضع في معصير الكباب لكن هل تنسبهم الفدية؟ لا لا تنسبهم الفدية لأنه في الشرق ما ورد أن هذه الأحوال التي فكرناها ما ورد أنها تقضى مع الفدية بل تقضى من غير الفدية أما من أرد أن يتطوع من أرد أن يتبرع خلا بأس بل حيب أجر ثواء طارد اليوم تعتمد الفضاء الثارة المفتجين الثارة فيتع هذا المال تطوعاً وليس به بالوجود ليس في اليمن إنما تطوعاً بالله تعالى يرضيه بفقير بمسكين بمحتاج لمشرب لمهجر لمريض لإحيتين لأرقل هذا من المزكين كما نفذيه إنما تطوع لتطوع عليه الله تعالى ولكن في ذلك نجره والحامل الذي أثر خوفاً على نفسنا مش على نفسنا وعلى الجنين لا الآن نتكلم خوفاً على نفسنا إذن الحامل كذلك المرضى التي أخطر خوفاً على نفسها هذه أيضاً يلزمها القضاء بلا فدية هذه أيضاً يلزمها القضاء بلا فدية الآن ومن القضاء ما يجب معه الفدية المرحلة القولة المرحلة القولة للقصة الأول للقضاء بدون فدية تكلمنا عنهم من هل يقضوا عليهم فدية؟ الآن تكلم في مسألة القضاء مع إفراج الفدية طيب يقول المؤلف رحيما الله وهو الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما ما؟ الأول شو الماء على نفسها أما هون شو على ولديهما طيب عندنا خافتين إذا كان أفر مع خوفها على ولديها وخوفاً على نفسها هل يعريها فدية؟ هل يعريها فدية؟ لأنه تقسم الأول لحظة من أسألة عليها فدية من خافاً على ولديها كمان مع ذلك على نفسها هذه القضاء فدية يعني إن كان على ولديهما أو مع ذلك وعلى نفسيهما هل يعريهم شو قضاء هما فدية؟ أما إن كان على نفسها فقط شو قلنا قضاء؟ من غير فدية من غير فدية والفدية مد من غالب قوتي البلد لكل يوم يعني غالب قوتي البلد شو هو؟ بس أنا نضع في ربنان القمح تقول لي كيف القمح؟ أقول لك الخبز يعمل إنا قمح مش الخبز أكثر ضعام الناس طيب هل بتجي بالكلة؟ طيب إذا أنا بدي أدفع قمح في بلد القوت الغالب فيه هو الأرز في اليارات مصمين مثلا غالب قوت البلد عندهم شو هو؟ الأرز قمت أنت فعه مني القمح يجزد لأن القمح في كل الدنيا يجزد لأنه هو المد الغالب على البشر لأنه هو المد الغالب على البشر طيب مد يعني من الكفين معتدلات معتدلاتين هذا يقال له المد هذا يقال له المد بتدفع فربيا عن كل يوم عن تقضيه لأنه أخر خوفاً على الولد أو على الولد وعلى المسكة مع بعض يعني هي عن كل يوم تقضيه شو بتدفع معه؟ فربيا مد من غالب قوت البلد مد من غالب قوت البلد وهذا لكل يوم ليومي يعني لأنهم نتبروا أحبادنا المرضى والكبار اللي ما بيقدوا يصومه واللي بيقدوا يطلع الفدية لأنهم نتبروا مش نجمعهم بيجي أول ربطان يعطيك لفقير يمشي لا لكل يوم بيومي انتبه هذه الفدية تخرج لكل يوم بيومه فما بيمشي الحال أنك تشمع ثلاثين فدية واتطلع بأول يوم من رمضان عن كل رمضان لا بعض الناس شو بيقول بس أنا ما بضل كل يوم ونطلع قدش على فقير ما بضل كل يوم بيومه بتقول له لابنك تقدر أن توكّل إنسان يدفع عنك كل يوم بيومه ما شرط إنتبه تطلع الدورة بالشوارع ولا تفدش من مساجك ولا تنزل عباري ما شرط إنتبه تطعطي هذا الدين هذه الفدية لإنسان أمين يعطي الأحكام بتقول له أخرج ليه كل يوم بيومي تدفعني الفدية كل يوم بيومه هكذا تكون براتة بالمتكة هكذا تكون براتة بالمتكة ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى تاء رمضان آخره فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مد ودن انتبه معي واحد عليه قضاء من رمضان شو المقبول؟ انه يضي قبل رمضان اللاخر ومقضه أهمل طبعا بالمضاء إجا رمضان اتنين وضيح جاء رمضان ولا حر أو ثالث أو راضع كل ما يأخر كل ما يزيق الزبية يعني إذا أخر إلى رمضان واحد بيكون عليهم عن كل يوم إذا أخر لك ثلاث رمضانات بيكون عن كل يوم بيكون عن كل يوم وهذا فبدو يقضي الأيام التي عليهم قبل أن يأخر رمضان الآخر وهنا اكتبه معي كذلك عن كل يوم بيومه ومنه ما يجب الفدية فقط بدل الصيام يعني هناك حالة ماذا يصير ماذا يصير يكفع الفدية يخرج الفدية ولا يصور من هو هذا الذي عليه الفدية والفدية شرعناها وليس عليه قضاء وليس عليه الصيام من هؤلاء الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصور أو تلحظه مشطة شديدة فإنه يفضل ويفضي عن كل يوم مدد هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يصور صار كبيرا في السن شيخا عجوزا ثانيا يلحق الضار تلحق المشطة وهذا بحسب العادة لا يستطيع أن يصور لا في رمضان ولا بعد رمضان هذا لا يصور أدا ولا يقضي وعليه الفدية هذا يقضيش الفدية وقد شرحها ما هي الفدية قال المهلك المريض الذي لا يرجى شفابه فلا صوم عليه ولا قضاء الإنسان الذي أصيب بأرض لا يرجى شفابه يعني هذا المرض بحسب العادة لا يشمعه الإنسان بحسب العادة لا يتعاف منه يبقى فيه إلى أن ينظر هذا طريق ما لا يوجد شفابه ما يصور لأنه ينظر لأنه ينظر لأنه ينظر لأنه ينظر لأنه ينظر لكن ما سينظره الفدية ما سينظره الفدية وإنما يجب عليه عن كل يوم من الفتية فقط وهي مدار ما يبدي ويعشيه عند أبي حليفة قلنا نبدي من الطمش هذا من الشيخ مثلا أو ما يبدي ويعشيه وهذا عند أبي حليفة ومن هما يوجد القباء والكثار تمام هنا قباء وكثار الفتية كيف ينا عندنا؟ هل عن نبدي عن القباء والكثار؟ من هو الذي يلزبه القباء مع الكثار؟ اسمعوا وهو الذي أفسر صوم يوم النهاران بجناعه عاملاً باختياره ثادر من الصيام ولا روصل له في مطره ولو لم ينزل المليك فإن عليه قباء هذا النهار الذي أفسره كما يجب عليه كفارة الكفارة هنا أشب بكثير من الفتية الكفارة أشب بكثير من الفتية إذن هذا الإنسان الذي أفسر صومه بالجناع هو متذكر أنه فينا هذا الرمضان وصايم وعنا ثم مجرد هذا الفعل يفسد الصيام لو لم ينزل منه الماء التي هو أصل الإنسان من مجرد هذا الفعل فسر صومه وعليه المعصولة كنت من الكبابر صار خبيثاً صار ملعوناً وعليه الإنسان البقية بالنهار يعني حرام عليه يأكل ويشرب ما بيقول بحسن وصيام يأكل ويشرب لا حرام عليه احترافاً للوقت حرام عليه أن يأكل ويشرب بل يمتنع عن كل محطرات حتى المغرب وعليه القباب الفوري رجعوا لنا سألت شو من أفضر التعامل بالعزر عليه القباب الفوري والكفار ما هي الكفارة؟ اسمعوا وهي على هذا الترتيب عبت وقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل طيب هذا اليوم غير مغيسر شو يعني احترافة يمؤمنة يشتري عم الملوك أو إذا كان عندهم مشارك يشتري إذا عندهم مرفيني هذه الصفات هلأ مرحكم شاعر لو اليوم ما في الألقاء لو اليوم ما في عبيد وهذا يوم يعني مستمر إلى قيام الساعة هذا ما أنه ملغى مثل ما قال فيصل نولوي زعيم اسم الأجوان في لبنان الجاهل الذي كان يسمى بمفتي الجماعة ماذا قال هذا هذا الضاضي الجاهل سبحان الله طاضي وجاهل مصابق الرسول طاضي في الجمع والطاضي يعني خمام وضاضي النار وضاضي النار كسر ماذا قال فيصل نولوي قال الإسلام جاء ليلغي الضط والعياف بالله وضغط يحرفون القرآن الله ماذا قال في القرآن فَكُّ وَطَبَهُ رَغَبَنَا لِلْإِعْتَابِ ما قال مصدخ الحلم وضغل وفسر أعزعم هيدا الجاهل لا الله قال فَكُّ وَطَبَهُ يعني رَغَبَنَا لِلْإِعْتَابِ والرسول بيّم لنا أنّ من أعطف عبّاً كمناً أعطفه الله من النار أعطفه الله من النار حتى نشد بعينيه لشيخنا رحيمه الله من الإعطاب لنا بلغه هذا كلام بالخمسة والسعين كان بلغه أنه بعد في عدد منهم بموريتانيا موريتانيا هي يمكن آخر بلغ بقي فيها رغض إلى مدّة قريبة بالخمسة والتسعين كان الشيخ رحيمه الله بلأه أنّ في موريتانيا عدد من الأهلقاء والعمير مسلمين فماذا طلب الشيخ رحيمه الله بحث وسأل أنا قال لي كنت اجتمعت برشل رجل في موريتانيا في بيرلين في ألمانيا وقال لي إن هذا في بلغه موجود فأخبر الشيخ قال إن وكلناه شوفوا عناية الشيخ بتحصيل السواب والأجر قال إن وكلناه وأعطيناه المال ليشتري عمداً ليحضر ويعطط في سبيل الله ينفذ لنا فسألت فعندذر طال هذا يعددك إلى الأدور وأفتش عند أي عادة بعد موجود فالإعداد فيه ثوان فيه أجر إن اجتري عمد ملوك مسلم تحضره تعدده يصير حرماً تقول له أنت خرح الرجل الله يعتقك به من النار الله يعتقك به من النار يعتق كل عضو من أعضابك بقره من أعضابه من النار فالإسلام الأدور فالرصلا بدل يعتبر شوفوا العلم أحليك بدل أن يجي قيد ويكسب ويخرف ويتشف ويحبي الخامو بغير المسلمين ويعمل منسحة لأله مدعسة تحت إشريهم وصابيرهم شاينيرضوا عندهم شاينيرضوا عندهم شو قال الكساد؟ قال الإسلام ألغى بغ وكسب هذا حق الماضي إلى يوم القيامة آيات وأحديث بالعشرات كل شراطع الأنبياء كان فيها غير إلا إلا شريعة آدم وشيس ليش؟ لأنه أصل منشأ الرغب هو الكفر يعني بالأصل هؤلاء يكونوا الكفار وسترطون ولو أسمت بروا أريقا إلا انحروا هذا في شراطع كل الأنبياء إلا في شريعة آدم وشيس لأنه ما كان فيه كفار بين البشر في زمن آدم وشيس وإدريس كانوا البشر على وجه الأب شرق مسلمين أي إن حصل الشرق بعد إدريس أول مرة يحصل فيها الشرق على وجه الأب بين البشر بعد نبي الله إدريس أما قبل ذلك الناس كانوا على الإسلام اللهم قد قال كانوا الناس أمة واحدة فقعص الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة قال المعباس أي كان البشر قديما كلهم على الإسلام لما حصل الكفر بعد إدريس وكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول يبعث بقوم كافرين بدأ أرهم بدأ أرهم ثم لو جئت إلى آيات القرآن آيات كثيرة ولو جئت إلى سيرة الانبيانة لك كثيرة ولو جئت إلى الأحبيث كثيرة ويجيك أن تعرف أن إرهام عليه الصلاة والسلام كان له سرية وهي السيدة هاشر مع كونها وليا هاشر صارت وليا ومع ذلك بطيت سرية لإرهاميه كانت أمة مملوكة للسيدة سارة سارة رضي الله عنها وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم اتخذها فراشا اتخذها سرية فاستولدها إسماعيل النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام من أمه؟ شو يا جمع؟ من أمه؟ وهاشر من أمة مملوكة لسيدنا إبراهيم يعني كان فينا الإقام الأنبياء اتخذوا رقيق اتخذوا رقيق ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان له سرية أمة مملوكة اتخذها فراشا وولدت له إبراهيم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة عم نحي عن سيدنا محمد أولاد قبيلنا محمد صلى الله عليه وسلم من من؟ من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم انتبهوا وانا عم نحي عن إبراهيم ابن سيدنا محمد واضح؟ مش عامل إبراهيم النبي لا قلنا النبي إبراهيم كان عنده سرية اسمه هاجر ولدت له إسماعيل وإسماعيل طلع نبيا مهي؟ هالله صلى الله عم نحي عن سيدنا محمد أولاد ابن سيدة خديجة إلا ابن الرسول محمد إبراهيم سيدنا محمد معدولة اسمه إبراهيم؟ بل إبراهيم هذا ابن الرسول أمه كانت أمناً ممنوخة سرية اسمها ماريا القبطية من إبراهيم ابن الرسول عم سبعة عشر أشرة إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نرى كان عمره سبعة عشر شهرات ومدخون في البقيع إبراهيم ابن الرسول مدخون في البقيع لما دخونوا على البقيع من الباب الرئيس ما تكون زور البقيع في المدينة المنورة عند المسجدات النبو الشريف أول مدخون عن يمين الزائلة عن يمين جوة اللي عليها حرس والجنازين ولوحات وعامةً ما بيؤلم الناس اللي يوصلوا عليها هاي الزائلة الجوغرية مدخون فيها مين؟ السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة ليست مدخونةً في البجرة النبوية ببعض الناس يقولوا مدخونة في البجرة في البجرة الرسول أبو بطر وعمر في مكان فارغ هذا يتخم فيه عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة مدخونة هنا في زاوية أهل البيت في البقيع ومين معنا؟ ابنها الحسن رضي الله معه سيدنا الحسن ومين كان يتبعاً؟ سيدنا العباس العباس عام الرسول صلى الله عليه وسلم ومين بعد؟ سيد العابدين أيضاً ثم فالحول الثاني يلي هو قريب من الناس والناس بيقوا فبيوقفوا عندهم يوصلوا له مدخون بنات الرسول مدخون بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فالحول الثالث مدخون زوجات الرسول إلا هديشة في المعلات في مكة ومينونة وفي طريق مكة في طريق مكة باقي زوجات الرسول مدخوناً في المدينة في البقيع في هذا الرحول الثالث الذي تتكلم عنه بعدين بيجي مين؟ سيدنا عقيل ابن نبي مالك بعدين بينام مالك ونافع مولى ابن الرمر بعدين قبر الإبراهيم بعدين قبر الإبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المكان الذي تتكلم فيه مين؟ سيدنا مالك ونافع حول الثالث من عمر بيجي بعدين قالوا عليه حجارة بشكل الربع لحاله هناك الإبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فكل أبدان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة إلا إبراهيم من مين من ماريا القطية وكانت أمثت مملوكة سرية وهؤلاء الدجاجة الذين يتمسحنا بأعكاب غير المسلمين بدون كسبوا بدون دشتوا بدون ألف من عندهم شو يقولوا؟ قال رمضو الحطام متى استعبتهم الناس وتتولدهم مهدوا مهراما وهو عمر كان عنده عبيد عمر نشذه كان له ألقاب وعبيد الصحابة كان له ألقاب وعبيد في بعض الصحابة إذا كان الأنبياء لهم ألقاب وعبيد فإذا يتبين لكم في القآن والحديث وسير الأنبياء أن فيصل نولوي كذب على الله فيصل نولوي كذب على الرسل على الأنبياء على الدين على الشريعة عندما قال لأن الإسلام جاء ليلغي أرقاب إنما الاسلام يرغب بالإعداق لا يلغي أسطر الإعداق الله إنما الاسلام جاء ورفب رفب بالإعتاب حسن على الإعتاب فأول شغلة بالكفار للذي أفسب صوتناه بجمع أول شغلة مع الأمور اللي فينا عنها شو هي عبق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل اليوم مخي قادرين نوصلوا الشروع يطار مخي ما قادرين نوصل ما قادرين نحصل عين طيب شو يصير بالكفارة تنتقل إلى الأمر الثاني لهو على الكردين فالصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء يعني يوم القضاء عندما يحصلون الستين يصوم يوم القضاء عندما يصوم ستين يوم وأن يكون الصيام متتابعين فإن أفضل خلال شهرين يومًا ولو منباضي استأنفاء أي أعاد فإن عجز عن الصيام أيضًا أنتقل للأمر الثالث يعني مسألة صيام شهرين متتابعين هذا ليس لمجرد أن تبقوا ليس لمجرد أن يفقر الإنسان بأي سبب يعني شرق ماء لا إنه بدي يصوم شهرين متتابعين مش إذا أفضلوا بشرق الله أو بأكثر معامل لا هذا لي من أفضل الصيام يومنا رمضان غير جناع عانياً باختيار وضيح ذلك لو ما يصوموا يلزمهم إذا قال لك إن وصوموا اثمان وخمسين يوم غروض باب شديد فأفضلوا بدلوا الستين من الأول بدلوا الستين من الأول هذا حكمٌ لابد منهم طيب الأمر بدل في ترتيب كفارة أصلاً الكفارة مع القضاء لمن أفضل بالجمع الأول قلناه هو الإعتار الثاني سيام شهرين متتابعين الثالث فتتعانوا ستين مسكيناً مش مسكين واحد ولا ستين فتعانوا ستين مسكيناً لكل مسكين مد من غارب قوت البلد وعند أبي خنيفة لكل مسكين من داولاً يغدي ويعشيه هاي الكفارة على هذا الترتيب فيتبه الذي قد يوسوس له الشيطان أو يلعب به الشيطان فيحرقه لإفساد الصيام للجماع والعياذ لله شد وقتاني مرتب على الأحكام ومسائل وقبل ذلك ماذا قلنا؟ صار خاسماً يعني أهلك نفسه ارتكب ثمًا من الكبادر ارتكب ثمًا من الكبادر قال المؤلف فإن عجز عنها كلها استقرر الكفارة في نمته ولا شيء عليه بدلها يعني ما يجيب سبع مشير مستبع أخرين عن مشير لبعض الناس سمعوا بألف رجبين، رجبين كان يفتيلوا لجماعته بالأضار والمشير يعني وقت تطلق تطليقات بيقولوا جين سبع مشير وسبع بني وسبع كيلو ملح ووسعوا على دير الجينية وسبع مرطان خبز وخذها عن بخار تنزل تحت سبع مرجل بالماء شون التخليف هذه هذا ليس من الدين وليس من الإسلام رجبين كان عاملهم والعيان لله من على حسابه؟ رجبين بتاعكم شغلهم؟ قال لهم الفقير كاتف على طائر قال بلهجبه الشامية قال على طائر مو على طال قال على طائر مو على طال ليش؟ شوفوا السخافة قال لأنه لا تدفع زكاتك ولا بخير ليش؟ ليش هي الزكات دي من تدفع؟ للفقير الزكات يدفعه 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 يدفع له شو يا جميعا؟ الزكات الفقير هو الذي يدفعه يدفع له رجبين الفقير يدفع زكات رب العالمين ماذا قال؟ ولله على الناس هدو البيت؟ من استطاع إليه؟ من استطاع؟ رجبين يعتبر الفقير من الملادر يش كافر؟ أول ما أن الله قال لن استطاع إليه سبيلاً وحد تلبيتي على المستطيع هو اعتبر الخقير كافر ومش مطوئ لي عزمه؟ أرعى على الله إيه؟ مو على الله هذا من دي يا رجب دي وماذا قال لهم؟ اسمعوا لي آذب الله الشريط موجود عندما بصوتي نسمع عزمه من ظنف الإسلام بيقول له يا لبين بيصنف الإسلام بيش اتعيت لزوجتك بيسمها وهي اتعيت لك باسمك قال اليوم بيجي الوحيد بيحمل الغرارة عن البيت بينادي زوجته أسمع أسمع بيقول له إيه خبيل بيقول له إيه مضرب منه إلا لا أنت مسلم ولا هي مسلم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم قال لا هو مسلم ولا هي مسلمة ليش؟ لأن معيط لها باسمها نسمع نصار بطلع اسمها نسمع وعيطته باسمه خليل قال شو بدأ معيطه؟ قال نظام معيطه أبو خالق أبو عمر هاش قال هذا النظام يا أما إذا عيطته باسمه قال نكون كافرة ليست مسلمة وإذا معيطوا لها باسمها قال أطرب نمك إلا ليك اسمه ولا هي مسلمة تعرفت شو نعني بها الكناة لدين رجفير الأنبياء وكفار لأنو الأنبياء كتنين وزوجيتهم بأسمائهم في كتب الحديث السبع المشهورة شو هي بخاري مسلم أبو داود الترمثي النسالي ابن مجة والوطف لكتب السبع المشهورة أحاديث عديدة فيها الرسولنا يقول يا خبيشة إن الله يبشرك ببيت في الجنة يا خبيشة عندما يصنع يا هم يا جويريا يا زيدة يا عائشة ينادي الزوجاته بأسمائهم هذا في كتب الحديث والسنة عمل الله برنامجاً ضخماً كبيراً كل ليلة الزوجاته بالليل نرجع ويعيدوه الزوجاته بسعة الصباح يعني بيحضروا درس واحد إذا كان بيعمل بالعقيد وبالتشسير وباللغة وبالفطر وبالسيرة وبالتريف وبالنحو وبالمصطلح بيعملوا جيداً بكل دون من دب سواء فوتوا على يوتيوب شوفوا لما تيكي عن خالد يكي تدرس الجاجات ما معكم يانا عن اليوتيوب ما معكم يانا عن اليوتيوب ما معكم يانا شفتوها ما معكم يانا هو عم يحكي عن خالد مش أنا عم يحكي عنه وبالوكم موجود معهم الان على اليوتيوب هو بيحكي عن خالد قالوا كان يومي بيسمعونه وما يجد قالوا يومي بيصفهم فيه ينتبهوا قالوا ويفهموا معوذ بالله إذا كان عزهم ومشاجرين بيفهموا نحن بطول عزهم الديكتابعهم عزهم 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 لا حول ولا موت الديكتابع مرة من المرات مرة من المرات مرة من المرات أن الله هو عبد الرسال قالوا ليش أكلتها من المرات وقاء جدين طررت براسها ومقارها مؤدبها في شيء مقبطة ومهو شيء ما عبد الرسال الله أكبر الله أكبر هذا شيء الدجاج مربي الدجاج لعونه لمصارع لعون بيون للطائع لعون بيون سماحة العلام الشيء الدكتور رجال بيدوا سماحة العلام مع زعمهم يططئون رؤوسهم أمانه وقد دجل عليهم وأجل أهوانهم وانتفق حتى مات وكان في مجلس مرة فانتفض وصرح وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا له سيدنا إن جميعكم يقولوا له سيدنا سيدنا يعني زلنا هو الملك سيدنا إنك تقول سيدنا الشيء عبد الله بخبشر لما هيا أمان رجال بير سيدهم رجال بيقولوا سيدنا على ميراته بالسلام قالوا الله أمين النور مسلم عملي وأبدك عليه السلام قال له في السبعينيات بعطوني أربعين رجال بحضر لكم بين المقدس برجع فلسطين جمعوه 50 رجل بجامع السيدانية رمض الظريف وجامع المصر تحته فبعد أربعين مشهور عند الدكتور عبد الرحمن اللبان وزير الصحة نادة ذاته وروب اسأله اللي كانوا معه التنقوبي عن تأخباره وروب اسأله الحاج سيد الدين أبو راهيم عميرات نبعد كيف كان رجوله وروب اسأله الحاج وليد الحاج سمير التعلي والذي سمع من تلاميذه ويعط من بيت العيداته والذي سمع من بيت العيداته والذي سمع من بلطاقه يعني حذره إجا ويعطي شمعه قال له لذي سمعه وهذا رجل دين بيقول بليون إلهين أمسوا قال له هنا قال له لا إله إلا الله محمد رجل دين رسول الله قال له ادخل العلم من قلب النبي وأشاره إلى مجلسه قال نحن أنبياء مصدرون قال نحن أنبياء مصدرون والرسول يقول لنا بينا بعد وأشمع في قلمة على فخير من يدعي جوة بعد سيدنا محمد وعلى فخير من يصطر يدعيها روحوا اسألوا قال له الحاج زياد خباس عم نطقيكم لبعتم عايشين فيه ناسين معهم تبقوا مئتهم تحسنوا رحمه الله تعلموا وحسرت منهم لكن عم نطقيكم يعايشين حتى ما هتا يقول لي هم تستشرف بالانواب؟ لا بالأحيان وبالعقلات الحاج زياد خباس المحل تعله على الحرش حد أصص مدرسة فنيجة من المؤمنين عايشة مدرسة عايشة من المؤمنين رضي الله عنه يمكن محل قلاصف له بالمدرسة لفت مهرات نوع مسألوا ما زراء بعينه؟ وماذا حصل معه؟ وماذا أُكِل عليه من مالك ليصمده ويخبئه عند شيخيه لا نزاق حجبيره؟ لما رأى منه الغضائق والقبابش؟ دكتور سعيد الخميط موجود؟ 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 دكتور سعيد الخميط موجود؟ دكتور سعيد الخميطي كانت؟ لا عملي لو سمحت شوية بعد إذنك هذا الرجل دكتور من أهل الميون دكتور قبيب أسنان جراح بعد إذنك احكي مهما وليك أبعينه كالبراج زياد خباسي طالب بيميلو أخذني معه إذا يطالب لي مال ويأكل عليه المال قال له تصمد معي وتطبي المصاري معي جمع معه مبلغ بعدين لما ترك زياد خباس أخذني معه على البيت لعنده على الزيدانية يطالب بالمبلغ اللي وضع عنده أماني فدخلت أنا ويالا عنده على البيت رفض إنه يعطيه المال قال لي أنتي تركتنا ما لك شي عنا طلع لبرة وقال لي تخلي هلأ رجالي يقتلوك كانت هجب الأحداث الأحداث اللبنانية فقال لي سعيد خلانا نهرب قبل ما ينزونا ركنا البيت وانطلقنا ورحنا هذا مشاهد وصاحب العلاقة ما زال أحيا الحمز زياد خباس مصمع المصريات وعنده راح لحده قال له بدي مصرياتي قال له اللي بيتركنا ما لدي شي عنا يعني إيه استعصى على باله وقال له ما عن حصل؟ مع الإيصال؟ قال له لا هكذا إيصال معك إنتي حاروكم قال له ما لدي شي عنا طلعوا من البيت وقالوا خلي رجالي يركلوكم عم يقول له هذا كيف الحرب اللبنانية في بيروت ما مقبع من ركيله هارو هذا رشل من الصادقين الأمناء وجيل منها البيوت وضعين أسنان من يشهب على ما رأى وسمعوا كمحاضروا في الحامسة وروحوا أسألهم أصلاح بالعلاقة من حجز يان خباس استردنا هكذا ما فيه الذي معهم خصل في الحامسة وعجائل كثيرة لكن الأعمى الأعمى تليميز ومسع من إيته وهو ببيوت وهو ببيوت من طريقة جديدة يخلوا منك وهو ببيوت من الزيدانية يخلوا الثانية وزيروا البيوت عاملين مؤسسات من تشبيع مصاري ونشر فساد وضلال ونسميين مؤسساته من رسال الإخاءة الوضنية ونسميين مؤسساته من الأحباب ونسميين الفتوبة وهم ينشرونا بالضلال شايفهم يكفر الفقراء ويقول في الكون إلهين ويقول نحن الأنبياء مصررون ويقول الله ينذيه رأسه من السماء ويقول اللي بنيت الزوجة بإسمها أو هي بنيت الزوجة بإسمه لا أنت مسلم ولا هيني مسلمة كنت تضرر منها إلهة ويقول ما شريف عندنا قال الولد يلي بيطع تليل أدب هذا المنشط اسمعوا انتقوا يا جميع هذا يدعي المشيطة يدعي الملاكة لأنه هو قال أخونا يا مصررون ينفي رجل من جميع من آل كبريل كتب بخطيانه على دفته شيخي رجل نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد هذا الدخل أنا رأيته بعينه هذا الرجل الذي كانت بجمعاته من آل كبريل حمر إلى شيخنا ثم نرك الدفتر عند شيخنا والدفتر ما زالت رسولا إلى اللوم عندنا بخط يبه رجل من آل كبريل كان ترتلان زبي كتب بخط يبه شيخ رجل نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد هذا بشريك عندنا له ماذا يقول اسمعوا قال الولد اللي بيطلع قليل أدب هذا بيقول مصر شيطان مصر إنسان قال الاشياء ربدي يفع زوجه إذا كان ما سفنا وما قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما هو صغتنا ودخل على زوجته قال الشيطان بيتخول معه قال فبيطلع حيث اللي قال مصر إنسان مصر شيطان قال الشيطان قال الشيطان بيطلع إليه أدب بلا تنبيه يعني عند رجل دي بتكتب ريع أولاد المسلمين اللي بنعرف محولنا وبالمناطق على زعمهم على زعمه أولاد الشياطين على زعمه نعوذ بالله العظيم من هذه التهمة للمسلمين قال بيطلع بسه الشيطان بسه الإنسان قال إنه الشيطان ينقل مع فجل على جماع زوجته حسب الله ونعم الوكيل هدف السوير جديد يلي ينعب يحضر المواقع على الإنترنت وعن تلفزيونير وعن لي للكتر قال في نناقبه مجمع قرور مؤسسات البيوت فانتلئوا منهم احذروهم وحفروا منهم إنما يسرطون الناس للكفر والذي يريد أن يعد حقيقته المبنية فليراجع تشلة الأمن التامعة للدولة اللبنانية قصة حسن منصور الجزائري والأرض المسروبة في عرمون والأوراق المزوى بالقيمة بيو سبعة وسبعين ألف دولار والمجلة موجودة عندنا ومعنا تبضى الرشادي فتلا من ذلك وهذه المجلة للدولة اللبنانية مجلة الأمن قروروا تشوفوا الناس اللي بيعرفوهم اسألوهم عن العشير والفضائف وعن العقائد الكفرية المتنوعة لذلك انتبهوا انتبهوا الفتاوة تأخذ من أهل العلم المسائل التي فيها فدية شرحناها التي فيها قضاء وفدية شرحنا القضاء في فدية شرحنا القضاء مع الجفارة شرحنا والعلم يأخذ من أهله بالتلفي وليس خوضا قال صلى الله عليه وسلم إنها العلم بالتعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر